موسيقى رح نتعلم مع بعض بهيدا التقرير عن الملح وكيفية استخراجه بيتكون الملح بشكل رئيسي من مركب كيميائي يسمى بكلورايد السوديوم هناك طريقتين لاستخراج الملح أولا تبخر مياه البحر ثانيا البحث عن مناجم الملح في الأرض يتم وضع مياه البحر الملحة ببارك صغيرة وتترك حتى تتبخر المي ويبقى الملح ومن ثم يتم تنقية الملح بالمصانع أما البحث عن الملح في الأرض فيتم بواسطة قلات كبيرة لاستخراج الصخور الملحية وإعادة تصنيعها بالمصانع أيضا الملح هو مكون أساس للتذوق ولكن كترة الملح ممكن تسبب مشاكل صحية مشان هيك يا أصحابي يجب استخدامه بكميات قليلة ومعتدلة وهيك بيكون خلص تقريرنا بتمنى تكونوا حبيتوا ترجمة نانسي قنقر